مشاهدينا الآن جولة رياضية محلية وعالمية مشاهدينا أهلا بكم وجولة رياضية جديدة الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بنادي زاملك بغادة الكولومبي هوان كارلوس أوسهوريو وضع برنامجا خاص لعبدالله جمعة الظاهير الأيسر للفريق ويؤدي عبدالله جمعة تدريبات في صالة الجيمانيزيم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على توفيق طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الأمارات علشان يخود مبارتين وديتين خلال معسكره في العين باستاذ هزاع بن زايد الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر والتانية أمام الجزائر يوم 16 من الشهر النفسه في إطار بنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 السوسرية مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع لعابين لطالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد في مباراة سان جوجل إثيوبي المقبلة في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الانتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين أن الأهلي جاهز للحفاظ على لقبه الأفريقية الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اختتم تدريباتهم بارح استعدادا لموراد تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في سانغافورة فريق النانت المحترف ضمن صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد حقق فوزا كبيرا على ضيف فريق لوريان بنتيجة خمسة ثلاثة في لقاء لجمع الفريقين على ملعب بوجورواء ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسية فريق منشستر سيتي الإنجليزية حقق الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة 2-0 في المباراة لأقيمة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 فريق برشلونة فاز على نادي سيلتا فياجو بنتيجة 3-2 في المباراة لجمعت الفريقين على ملعب لويس كامبنيس الأولم باي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 فريق ميلا الإيطالي فاز على ضيفه هلاسا فيرونا بنتيجة 1-0 في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024 على ملعب سانسييرو شاهدين خلصت نصرتنا الرياضية نعود لاستكمال باقي فقرة الصباح الخير يا مصر مع جومانا وشازلي مشكورك فاتيمة شكرا جزيلا